البعض يقول إبو أحمد ترى اللي هاجم السعودية فيه قنوات خاصة يبقى فيه إعلام يبل وفيه إعلام مرتزق اديله يصير إعلام كويس ومعروفين وأنا انتقتهم وأقول لبعض الإعلامين المصريين كفاية والله شبعنا طبل بتاعكم صار واضح لما اطبطت بعض الإعلامين ولحد يزعل مني من مصر بعضهم اللي يطبل عارفين عاوزي ايه؟ عاوز تحت الطاولة زي السياسيين يا باشا ما شاء الله الشركة التلفزيون اللي بتشتغل فيه ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا متشبعان ولا مالك القناة عاوز أقول اسمك ولولا ساميهم مش حلمشي وراكم مش حلمشي ورا الفيسبوك الواحد يسميلي أمة الإسلام قلتوا تعرفون الإسلام لأخوان جي أول جي يابون ثورة وانقلابات انتهى عدكم خلاصنا لذلك الإسلام يبني ويوحد لكنهم عاوزين ثورات زي اللي قاعد في تركيا الخاين قاعد يشتم 24 ساعة بعد ما شاف الحميمية بين مصر والشعب المصري ودول طلع اللي من هناك شوية زي مش عاوز أقولها للمشاهد احترام للمشاهدين الكرام زي اللي عاوز يتكلم ويقول مهما كلهم كلهم الإخوان جي أولا لذلك ما هي غريبة ما هي غريبة عليهم لذلك أقول اللي في المواقع الفيسبوك بعدوا عن هذه المواقع اللي تثير المشاكل وأقول للبعض للأسف الممولين من أمريكا شوفوا المواقعهم أربعة وعشرين ساعة بيشتموا الدول العراء الخليجية وبعض الدول العربية هذولا مش عرب العرب اللي يوحدوا بين بعضهم البعض مش حنا ناكسي فرقة حميم ناكسي أتمنى تكون الرسالة وصلت